السلام عليكم شكل خبز بورجر بس انا طبعا معايا مقادير مختلفة الخبز البورجر هنعمله باذن الله بالطريقة الاصلية بالزبط زي ما انتم شايفين الشكل عامل ازاي رهيب جدا جدا ومن جوه عامل ازاي رهيب باذن الله طريقة مش هتاخد منكم وقت ولا مجود فتح درها ولا مكلف على الاطلاق ولا هندهن الوش اي حاجة وزي ما انتم شايفين كل حاجة واضحة قدامكم عاوز اقول لكم يا جماعة اللي الطرقة دي عجبتني جدا لان انا طبعت طبعا منها كنت عامل بورجر او كده فطبعت جزء على صندوتش عشان احكم على الطريقة زي ما انتم شايفين كده وكانت النتيجة رهيبة جدا باذن الله هتجربوها وهتعجبكم جدا ياريت بقى يا جماعة كل اللي لسه جديد ينزل يعمل اشتراك وتفعيل الجرس وهم حاجة كل اللي موجود اعجاب للفيديو ومشاركة وتسيبولي تعالى عشان تعلاقاتكم بتفرحني جدا محتش بقى انسى يسيب اعجاب وتعليق على الفيديو وانشافة طريقة ولمقادير مع بعض اول حاجة يا جماعة معايا بقول المقادير هنا بالجرام وفي صندوق الوصف بالكوب وبالجرام معايا 250 مل مية دافية عليهم 25 جرام زبدة طرية وفيهم نص معايا الاصغير الخل تمام في المرحلة الجاية معايا 10 جرام خميرة خميرة فورية عادي مبدأ كده اللي انا حطها على المية بتاعتي والزبدة والخل وبعد كده في المرحلة الجاية معايا 50 جرام سكر ومعايا 25 جرام لبن بودرة زي ما انتوا شايفين اهو ممكن تستغنوا معايا الزبدة بزيت ما فيش اي مشكلة نزلت يا جماعة لونب 4 جرام ملح بعد كده بقلب كده زي ما انتوا شايفين كده طبعا الزبدة تعمل تكتلات وطبعا الزبدة طرية مستيحة ليه لان انا لما جربتها بالطرقة دي لقاتي النتيجة اقوى الزبدة واخدها كل حاجة العجينة واخدها النكحة كلها نزلت بعد كده ببيضة تمام الناس اللي عايزة تستغنى انا تستغنى بس انا عامل معاكم وصفة خبز البورجر بتاع السندواتشات مش اي وصفة وخلاص تمام انا بس بعرفكم يعني وطبعا الزبدة كيتواخدها من زر فانيليا ما قطرتش عشان طعمها ما يبانش وبقى مش كويس هي كده كده بدون اصلا ما تحط لها لا فانيليا ولا اي حاجة بالتالي مش هتبال لان مجرب يا جماعة كل حاجة في المرحلة الجاية معايا نص كالو دقيق يفضل استخدام دي مخبوزات انما انت لو عندك دقيق جميع الاغراض فبالتالي واسقى فيه في معجنات في حاجات زي كده فبالتالي اشتغل بيه ببدأ عجن العجينة بتاعت بتاخد معايا بالزبط سبع دقايق لحد ما العجينة بتاعت تلم كده بتبقى عجينة طرية تلزيق بسيط او منعدم تمام بسيط او منعدم انما مش بتلزق شايفين بدام العجينة بتاعت بشدة ومش بتقطع معايا فعجنتي مظبوطة ونعط دي بتاعي كويس جدا طبعا باخد العجينة يا جماعة بقفلها كده كويس جدا وبسيبها تخمار تمام او او زي ما انتو شايفين بلما بسيبها تخمار عشان بعد كده نشوف هنشكلها بترقة سهلة جدا ازاي سبتها يا جماعة تخمار شوية او ترتاح او انا مستبتاش الليها تخمار برضا او عشان ما بحبش اخمر الحاجة مرتين الا بصناق في كام وصفة كده تمام ببدأ كده اللي انا لما هبيدي وبعملها على شكل صابع تمام هقولك وزن التقطيع بالزبط تمام وزن التقطيع يا جماعة انا كنت عامله حوالي 65 جرام عشان الناس اللي بتحب تكون دقيقة ممكن يبقى 65, 70, 80, 100 بس ما تقطعيش الزيادة عن 100 وهتكوري بترقة سهلة هتلمها كده تمام اهي العجنة شايفين من جوة عاملة ازاي بتلمها بس وبتقفليها كده على شكل كورة كده مش هكورها كده على السطح بتاع عشان ما وزم الناس عصاب اي ده ما بتبقاش متملكة الوصفة دي طبعا خلصتوا مهمتي يا جماعة عاملوا معي عن 13 تقريبا واحد من نص تكيلو دي اهو بعد كده باخد كل كورة بقفل عليها برجع التقفيل بتاعي من تحت وبزبطها كده على ايدي ومعايا سمسم ابيض تمام بنقوم اللي احنا حطين الوش كده فيه اهو وبنقوم حطينه في جنب او دايركت فاستانية على طول انا حبيت بس اللي انا عامل معاك كام واحدة عشان تشوفهم بنمسك كل كورة من اللي عملناها وعدنا من تحت على التقفيل بتاعنا تمام ودايركت في السمسم اللي ابيض بتاعنا اه ممكن ما نحط السمسم عادي ما فيش اي مشكلة تمام ممكن تحطوله بقصمات بس البقصمات اللي هو الفات حيبقى رهيب بتبدأ كده اللي انت تطديله طبطتها فاستانية ملحوظة لو استاد من غير ما يتعمل له العملية دي بانفوخ خالص وببقى يكنه كورة مش مش فينه خالص بقى مدور يعني احنا عاوزين الفينو بتاعنا من فوخ واخد شكلة مظبوط معنا ما يبقاش اللي هو العالي او ومش واخد شكلة معنا نستوش يا جماعة واكتبلكوا بإذن الله الملحوظات في صندوق الوصف طبعا بابعدهم كده مسافة عن بعض وبدخلهم بعد ما بخلصت يا جماعة في مكان دافئ يخمرهم خلصتوا مهمة يا جماعة اوزني ما انتم شايفين لو في واحدة مثلا ضغطت ايدك ما ساوتهاش مسلا مش واخد شكل دايرة قوي بإيدك كده وحاولي اللي انت تزبطيها من القعدة بتاعتها تبقى بإذن الله معاك مظبط زي ما انتم شايفين كده طبعا بس تبعت اخمر طبعا سبتها بالزبط قعدت معايا حوالي ساعة ونص عشان احنا تقريبا في الشتاء فرن سابق التسخين مسبقا وبدخل الصينية بالراحة جدا عشان لو اتخبطت معايا هتفضل هوى منها تمام على درجة حرارة 250 بقعد معايا بالزبط 25 دقيقة من فوق ومن تحت وقت ما اخد لون من فوق بقفل على طول شايفين يا جماعة كان جوه الفرن عامل ازاي خد مني تلمعت زيت بفرشة كده جميل جدا جدا النص كالو دقيقة وعملنا كمية حلوة جدا شايفين من تحت عامل ازاي وطاري جدا واخد طبعا رهيبة ازاي ومن جوه برضو عامل ازاي مع ان ما قطعه سخن اهو طاري جدا جدا طحفة حاجة ما اخدتش منك وقت ولا مقبوط فتحضرها وامطلع النتيجة اللي انت بتجيبي بيها من برا تنفع معاك في ستاند اوت شات في اي مناسبة في اي حاجة بازن الله هتعجبكم جدا ومن جوه برضو كمان واحدة تسوش بايا جماعة تعملوا عجاب للفيديو وتسيبولت عليها واللي لسه ما اشتركش يشتركوا في فعل زر الجرس وسنوه عليكم اشتركوا في القناة